والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من ماذا؟ من فعل الفواحش ومن اللا يراها من لا يحق له وان يراها يعني يسرون فروجهم ما يقول أنا رجل ويتعرى او امرأة امام النساء تتعرى او بعض الناس امام الرجال والنساء او ابتل الناس بالتصوير بلا حجاب بلا ستر هذا لا يجوز هذا كله ايش من باب هتك سترك الله به وقد مدح الله المؤمنين المفلحين فقال والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من الفواحش ويحفظون فروجهم بالستر حتى لا يراها من لا يحق له وان يراها قال استثنى فقال الا على زواجهم او ما ملكت ايمانهم ملك اليمين يحق للرجوع ان يستمتع بملك اليمين كما يستمتع بزوجته حتى لو انجبت منه فهو ولد شرعي له لكنها ملك يمين باليمين ملكها لا انها زوجة لحقوق الزوجات قال جل وعلا فانهم غير ملومين مع ازواجهم مع ما ملكتهم غير ملومين لكن فمن ابتغى وراء ذلك يعني طلبه وراء الزوجة ملك اليمين فولاك هم العادون المعتدون على حرمات الله